مشهد الفلاش باك اللي انت رجعوك فيه صغيرة والغريب انك انت رجعتي فعلا اللي يعرف شكلك وانت صغيرة وانا ما عارف صغير كنت احلى انت احلى قول انت عاترف طبعا طبعا بس في حقيقة الناس كلها تسألت انت رجعتي صغيرة ازاي او صغروك ازاي بالشكل ده بص وده يسأل فيه محمد الاستاذ محمد سامي لان ده برنامج بيستخدمه في هوليد بس بيستخدمه في اكتر من الفيلم في هوليد وهو بصراحة ما قاليش عني بأمانة يعني انا بعد ما عملت المكياش بتاع التصغير حسن انا برضو ما صغرتش فقال لي لأ دي منطقتي حتتفاجئي وفعلا انتفاجئتي يعني انا كلمتني بنت قلتلي ماما انت متصدرة ترند انت صغيرة قلتلي عن ايه صغيرة قلتلي يعني رجع تلاتين ايه قلتلي ايه الله رح تدخلي بقى قلتلي ايه ده فدي شابوء استاذ محمد سامي حقيقة في لغة الدراما دايما عم نيجي من تشوك التليفزيون تحديدا اللقطات اللي فيه بتكون دايما يعني في لغة التكنيك اللي هي اللي هو اللقطات قريبة جدا للعين يعني لفت نظري حاجة الحقيقة وانا يعني عجبني جدا التكنيك اللي بيستخدمه محمد سامي وكمخرج هو تكنيسيان ممتاز او اغلب اللقطات او اغلب الشطات اللي خاصة بفاطمة عيون عيون نحي فاصعب حاجة على الممثل ان انا اقول له يلا انت في الكلوز اوب كش اقول انا اقول بعينيك ده حي فالى اي مدى الحقيقة انت قدتها باقتدار بس ده ما كانش صعبة عليك هو بيقولك احنا في الكلوز اوب على العين انا هقولك على حاجة هو استاذ محمد سامي فيه نزا حلوة انه قبل التصوير بيقولك كل حاجة انا هعمل كذا 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 وقت التصوير لو ما فيش كلام بيقول بس ما بيقولش بطريقة خليك تخرج برا الاحساس اللي واخدك فاهم يعني حتى تونالتي صوته بيبقى معاك يعني بيبقى في احساسك عارف اللي هو من تحت كده يعني عنيك يا لبنان خلي بالك كده اللي هو من تحت مش اه فاهم ما بيطلع ما بيعليش عن الممثل علشان يخليه في نفس المود والاحساس وقطع المشهد ده كتير جدا وهو حتى قال لي قبلها بصي انا هتعابك معايا بس هنعمل حاجة حلوة قبل فخلي بالك انا هاخد المشهد ده باكتر من زاوية لان انا يهمني جدا كل التفاصيل بتاعت فاطمة وخاصة عنيها مش اول مرة تشتعلي مع رمضان عملت زلزال في قبلها زلزال عبرهين فخر عملت زلزال وعملت كان الاستاذ محمد سامي برا ايه لك الشوء يا محمد رمضان ايه لك فيك ممثل انا بحب يعني انا بحبه لانه انا شايف ان هو شاطر اعرف ينجح ازاي وانا بالنسبة لي كممثلة بقى اهم حاجة معايا بيتعان معايا زي في لوكيشا واهم حاجة في الدور والمشاهد اللي بني وبينه اولا هو طيع جدا يعني ما بحسش ابدا بنجومية خالص بحس انه ممثل اصد ممثل في حتى الملاحظات اللي بيقولها الاستاذ محمد سامي سواء لي او لي لما بعمل حاجة حلوة بيشيد بيها وده مش كتير ما بيحصلش كتير في رمضان ده ما شاء الله انت عملتي تلت اعمال ممثل يقدر ازاي اشتغل تلت اعمال مختلفة بتلت شخصية مختلفة موضوع صعب لا صعب قبل حقيقي صعب قبل بس هو تحدي تحدي في ان انت بتتحدى نفسك انك ازاي تعرف تدخل في شخصية وتعيشها وفي نفس الوقت تدخل في شخصية تاني وتعيشها ده 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 ضغط على الاعصاب وعلى المشاعر وعلى كل حاجة بصراحة كان صعب جدا بس انا يعني انا متعودة في حياتي بشكل عام من الضغوط دي يعني انا شخص بعيش في ضغوط عالية جدا في الحياة بشكل الحياة اللي عطيه بالكان بالزبط كان فانا بكلمك بجد تبا انت استمتعتي بايه اكتر يا لبنا فيه تبتعت اعمال دول بدور جعفر بدور جعفر بوقعت انه يعمل النجاح ده بص انا كنت متوقع انه ينجح انما النجاح ده لأ بنجح ليه بص هقولك انا نجح ليه اولا ثاني شاطر جدا في انه هو فاهم سايكولوجية الشعب المصري وانت علشان انسان يتعلق بيه اكسر له توقعاته حيفضل مسك فيك انما طول ما هو حفظك وعارف انت هتعمل ايه حيفيك فهو كسر كل توقعات الجمهور مش بس المصري العربي كمان عشان كده الناس كتبت قاعدة بجد مستنية من حلقة لحلقة